بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يوز الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلذهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قضية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأسرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأكلنا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استوب السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألغينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء مغزون واجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائله وما ننزله إلا بقدر معلوم ونرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقعناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوالثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون ولقد خلقناه من قبل من نار السماء وإن قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا زويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال رب فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المحلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراب علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم شلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل بات منهم جزق مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يبسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين قالوا إلا من من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأفر بأهلك بعضع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد وانضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مسبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تخضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنكم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمضرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقرنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مسبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيكم فاصطح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والغرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أسواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحة من المؤمنين ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحة للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين والذين جعلوا القرآن حضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إننا كفيناك المستهدئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين